اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل نلتق اليوم مع صهيب خلينا نتعرف عليه اكثر خلينا نكبس عليه السلام عليكم السلام عليكم الله يسير لك يا حبيب نبدأ شوي مع صهيب نسأل الاسئلة المفروض الكل يعرفها عن الضريبة في امريكا وكيف تتم الضريبة وكيف الناس تتعامل مع مصلحة الضرائب يلا صهيب عطية محاصلة ضريبة اختصاص افراد خريج جامعة بندكتين هلأ في اكثر من نوع للضرائب في امريكا في ضرائب على الافراد في ضرائب على المبيعات في ضرائب على البيوت في ضرائب من اكثر من نوع هلأ عنا بين شهر واحد واربعة هو موعد تعبئة الضرائب للأفراد على الرواتب اللي اخذوها عفل السنين اللي قبل الاغلب رح يحكي طب انا ليش بدي ادفع ضريبة للحكومة انا يعني راجبي يلا يلا مكفيني هلأ من خلال ضريبة اللي باخدوها منك الخدمات الاجتماعية كاملة اللي مخليها ماشي في هاي البلاية او هاي الدولة هي الضرائب اللي احنا مندفعها لان برج على مفهومي الاول ان انك تعتبر الدولة عبارة عن شركة شركة بدها دخل لتكمل هذا على المدى القريب المدى البعيد انت مثلا مش رح تشتغل طول عمرك رح توصل لسن ورح تنجبر تتقاعد فيه بعد هذا السن بيكون عندك اللي هو الضمان الاجتماعي بصيري نصرف لك راتب شهري من الضولة وانت قاعد في البيت لا قدام شوية بدك تشتري بيت بدك تشتري اي شي تفتح شركة او اي شي رح يتم سؤالك عن ضرائبك يعني خلينا عبي ضريبتي واخلص وانام وانا مرتاح مش انام وانا متوقع والله بكرة تعون مصلحة الضرائب بدهم يجي يدقوا عليه على الباب وبعدين بيجوك بدون لا سابق انذار ولا شي عادي بيجو بيقولك انت حاليا تحت التحقيق الضريبي وهي من اصحب الشغلات اللي ممكن تمر فيها في حياتك نسبة الضرائب المقطعة من الرواتب للأفراد تعتمد على اكثر من عامل عندك اول شي حالتك الاجتماعية متزوج اعزب عندك اطفال ما عندك اطفال طبيعة شغلك هل انت موظف ولا هل انت صاحب اللي هو زي بيسموه عندنا في العرب المقاول بما معناه انه اذا انت موظف حر بتعبي الضريبة اخر السنة ما بيقتطع منك ضريبة كل شهر اذا انت موظف مع شركة بيقتطع منك الضريبة كل شهر هل عندك انواع على الاقتطاع الضريبي على الموظف اللي معاه عقد مع شركة عندك اقتطاع للفيدرال الحكومة الفيدرالية اقتطاع للولاية اللي انت عايش فيها اقتطاع لضريبة الدخل الاجتماعي او الضمان الاجتماعي وعندك اقتضاع للتأمين الصحي هذول الأربعة راح تلاقيهم على كل راتب بينزل الموظف في كل شهر نسبتها تتفاوت من ولاية لولاية في أمريكا في تسع ولايات ما فيها ضريبة عندك ألاسكا فلوريدا نيفادا نيو هامفري ساود ديكوتا تنسي أنواع تكسس واشنطن وينومي ما فيها ضريبة للولاية فيها ضريبة فدرالية على كل أمريكا في ضرائف فدرالية نسبة الاختطاع الفدرالي هي نفسها مثلا إذا كنت موظف والدخل تبعك 10.000 دولار في السنة الضريبة عليك 10% هذا طبعا الفدرالي ما بنحكي في الولاية اللي أنت عايش فيها على سبيل المثال موظف راتبه ما يقارب 500.000 دولار النسبة تبعته تكون 37% تقريبا وما يقارب 185.000 دولار فيه تقريبا خمس مجموعات في أمريكا ما بتدفع ضرائب المجموعة الأولى اللي هي شركات الغير ربحية Non-Fotographic Organization هي في الأغلب بتكون الجوامع الكنائس الجامعات المستشفيات المجموعة الثانية اللي ما بتدفع ضرائب هي مجموعة المواطني الأمريكان اللي عايشين خارجة الولايات المتحدة الدخل تبعهم تحت المية والثمانة ألف وسبعمائة دولار مجموعة الثالثة اللي هم بيسموه الطبقة العامة الراتب السنوي تبعه ما بتعدل 25.100 دولار إذا عنده أولاد وعيالي وهال معناته يعني رح يرجعله ضريبة هلأ عندك على كل فرد في العائلة إذا تحت الثمنتاشر سنة بيطلع لك عليه ما يسمى في التكس كريدت تلاف دولار هذا القانون طبعا السنة هاي تغير أي فرد تحت 12 سنة بيطلع لك عليها 3600 لو الراتب الأساسي تابعت تحت 25.100 مو مطلب منها في التكس الفئة الرابعة اللي هي الناس اللي عندهم مصاريف أو دي دكشن عالي الفئة الخامسة طبعا أشخاص اللي عندهم أكثر من دي بندنت أو مسؤولين عن مصاريف أكثر من شخص مثلا زلما متزوج عنده أربع أطفال دخله ما بيسمح له أنه يقوم بواجباته لهذه لهادول الأطفال فالحكومة بتاع فيه من دفع الضرائب هناك معلومة يمكن تشوفها غريبة الأغنياء في أمريكا وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال ما بدفعوا ضرائب في أمريكا أو دفعهم للضرائب في أمريكا أقل من الناس العاديين يمكن تشوفها شغلة يعني غريبة أنه هذا الزلم يعمل ملايين في السنة ليش ما بدفع الضرائب وأنا اللي بعمل أربعين أو خمسين ألف دولار في السنة بدفع ضرائب أكتر منه السبب في هذا الشي أنه هدول الناس رؤوس الأموال ورجال الأعمال الكبيرة في أمريكا دخل تبعهم أغلبوا في البورصة وبظلوا يخلوه لسنوات لسنوات عادي بتركوه هناك لسنوات هو باخد منه حاجة طوز صغيرة اللي هو مصروفه كمصروف إله بس يخليه عايش ماتا بيصير عليه ضرائب لما يأخذ كل هاي الأموال ويبيع الأسهم تبعته يطلع كل المصاريين من الستاك ماركت وهنا بتستحق عليه الضريبة وعندهم شغلة إنه بظلوا يورثوها لأجيالهم يعني عادي فيه جد بترك لأحفاده أب بترك لأولاده لأنه بتصير فترة الضريبة عليه مش من أول ما اشترى السهم بتصير فترة الضريبة الضريبة بعد وفاته لحد ما هذا الشخص يبيعه حلا بإمكان أي فرد في أمريكا يعبي ضرائب لوحده مصلحة الضرائب عندهم الموقع تبعهم من خلاله بتقدر يتعبي بدون أي تكاليف عن طريقهم وفيه طبعا شركات ثانية بتقدر يتعبي عن طريقهم إحنا دائما بننصح الناس تروح على الناس المختصة بهذا الشي من وضوع الضرائب عالم كبير في أمريكا دائما بننصح الناس حاول لا تلعب في ضرائبك قدم الأرقام الصحيحة لأنه مصلحة الضرائب واحد من الأقسام في أمريكا الغلطة محهم صعبة وممكن توصل للسجن في حال كان التهرب الضريبي عالي أسألك سؤال سريع تحب أحط عنوانك عشان متابعين يبعتوا لك هدايا؟ لا طبعا أوكي إذا بدك الفلوس تروح على حساب البنك دايركت وإذا بدك إياها تشك بتحط معلومات البنك هون تمام والأفضل دائما نحط معلومات البنك حط معلومات البنك بصدر تمام هلا هذا البرنامج بعد ما نخلص إحنا طبعا تعبئة كل شي ونعمل ريفيو كامل ثلاث مدققين بتطلعوا عليها كبل ما تطلع على مصلحة الضرائب عشان نبعد عن الأخطاء تمام تمام بس تخلص هون بصير عندنا إشي اسمه E-Sign أو E-File ومنعملها E-File هاي البرامج مربوطة في مواقع مصلحة الضرائب فبتروح عندهم خلال 24-48 ساعة مصلحة الضرائب رح ترد عليك يا هل هاي هذا النموذج انقبل أو انرفض وسبب الرفض إذا انرفض طبعا يا إخوان نشكر وصهيب على المعلومات اللي قدملنا إياها عن الضريبة أي معلومات ثانية اكتبونا إياها في التعليقات وصهيب رح يجاوبها بنفسه صح صحيب؟ صح لا تفقسني يا صحيب لا والله لا تجاوب أي سؤال أنا جاهز طبعا صحيب رح يكون معنا أول بأول في الحلقة اكتبوا تعليقاتكم وأي سؤال هو رح يجاوبه أو أي مختص عندهم في المكتب عن أي موضوع انتو بتحكوا فيه عن المحاسبة بشكل عام أو الضريبة في أمريكا ولا تنسوا اللايك وشارك وسبسكرايب وسلام اشتركوا في القناة